جو من التوتر يسود محيط مطار عدن لم تتمكن القوات السعودية حتى الآن من إحلال قوة دربتها في جنوب المملكة وتضم جنوداً من مدينة عدن وذلك بدلاً من قوة حماية المطار الحالية التابعة لأمن عدن ومعظم جنودها من محافظة الضالع خلاصة التطور الأمني الخطير الذي شهده مطار عدن الجمعة تفيد بأن قوات أمن عدن وفور علمها بخطة الإحلال الوشيك التي تعتزم قوات التحالف العربي القيامة بتنفيذها سارعت إلى إرسال تعزيزات إلى المطار تضم عربات عسكرية كما قامت بنشر عناصر تابعة لها في محيط قاعتي الوصول والتشريفات بالقرب من موقع تمركز قوات التحالف القوات السعودية دفعت على الفور بتعزيزات تضم مدرعات وجنوداً إلى موقع تمركزها في المطار كردات فعلاً على انتشار قوات الانتقالية الجنوبي بالقرب منها وهو الأمر الذي بقي معه الوضع في المطار متوتراً ومنذراً باندلاع مواجهات محتملة في حال بقاء الأمور دون حسم يقامر المجلس الانتقالي على ما يبدو باستمرار سيطراته العسكرية والأمنية في عدن رغم توقيعه اتفاق الرياض الذي يقضي بالانسحاب وتسليم الأسلحة وعلى نحو يظهر الإجراءات التي يقوم بها التحالف بقيادة السعودية مؤخراً على أنها تطبيق من جانب واحد ولا منص منه الاتفاق الرياضي الملزم الإجراءات السعودية المتدرجة ضد المجلس الانتقالي الجنوبي أثرت غضباً عارماً في أوساطه فقد بدأت بمنع عدد من قيادات هذا المجلس من العودة إلى عدن رداً على انسحاب ممثليه من اللجان المكلف بتدارس سوبل تنفيذ اتفاق الرياض وأتبعتها بخطوة إحلال قوة أمنية جديدة لحراسة مطار عدن لم تتم حتى الآن السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر اتهم في تغريدة له نشطاء جنوبيين يقيمون خارج اليمن بنشر تغريدات بمعلومات مغلوطة ومضللة ليصل إلى نتيجة مفادها بأن المطار آمن وبنفس وحدات حمايته والرحلات مستمرة وتم البدء بالمرحلة الأولى من إعادة تأهل المطار وعلى الفور سارع هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالثناء على هذه التغريدة كل هذا بسبب إيخاف الاعتمادات والمخصصات للجرحة من قبل السعورية ثناء بن بريك على تغريدة الجابر حجبته سلسلة من ردود الأفعال التي عبرت عن بلغ العلاقة بين الانتقال والسعودية مرحلة صعبة من المواجهة التي يبدو أنها تعكس في أحد تجلياتها تباينا في السياسات والأهداف بين قائدة التحالف وأبو ظبي التي زرعت كل هذه الأشواك على طريق استعادة السلام في جنوب اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر